الحكمة القديمة اللي زهيئنا منها واحنا صغيرين بتقول وقت الامتحان يكرم المرء او يهان وطبعا التلميز المش مذاكر بيهان على طول ويلاقي كله ضرب ضرب من غير شتيمة بيحصل في مصر دلوقتي حاجة كنا ممكن تشبهها حضرتك بموسم الامتحانات بس اقتصاديا وهي موسم مناشة موازنة البلد في مجلس النواب اللي بتتم كل سنة في نفس المعادة وطبعا كلنا لسه بترن في ودنة وعود السيسي وتطميناته للمصريين ان اللي جاي احسن والكلام بتاع صبوره معايا ست شهور وبعدين سنة ومرة سنتين والدنيا هتبقى حلاوة وهتزهقوا من كتر الخير او موسم الموازنة العامة للدولة ده بيفضح كل كلام السيسي واعلامه طول السنين اللي فاتت والكلام المرة دي مش مبني على شكاو الناس وتزمرهم من الواقع والغلاء لا ده الكلام من واقع ورق الحكومة ذات نفسها ازاي ده؟ ده اللي هنتكلم فيه النهاردة طبعا سيادتك فاكر السيسي لما وعد المصريين بان مصر هتبقى في حتة تانية خالص خلاص فاحنا في المطلع النهائي اللي لو ربنا سبحانه وتعالى ارد لنا ووفقنا وتجوازنا ووسمنا للخروج منه خلاص تبتدي الامور تستقر لدولة بكل معايير الدولة بنزبط كل العوار اللي كان موجود في كل شيء طب انا قلت 2022 هتبقى مصر في موضع تاني انت بتتكلم الكلام ده على اساس ايه؟ اه مصر هتبقى في موضع تاني 2020 الكلام ده كان في 2018 واحنا دلوقتي قبل ايام وليلة من 30 يونيو 2021 يعني بعد المعاد اللي حدده السيسي بسانة كاملة والحقيقة ان السيسي صدق ومجدبش مصر فعلا بقت في مكان تاني في 30 يونيو 2020 لان كل حاجة في مصر بقت مختلفة بالذات في الاقتصاد اللي دايما السيسي بيتكلم عنه وبيعير الناس بيه وبيقول لهم ساعدوني ان يشتغل على الملف ده واصبره احنا كل المطلوب حاجة واحدة بس اسبروا وسطروا اسبروا وسطروا العجب اللي عجاب في مصر بس اسبروا بقى لان احنا بنعملش نص ونص ما عرفش انا ما عرفش اعمل نص ونص في اي حاجة داخل المهمور بجدية ومسئولية وباسرار وبتحمل ورباني سبحانه وتعالى المفا شكرا الناس صبرت برضاها وبرضو غصب عنها ومصر اقتصاديا بقت في مكان تاني مكان اسوأ من اللي كانت فيه لما السيسي استلمها وده برضو مش مكان تاني ولا المكان التاني لازم يكون تقدمه بس محدش يفهم الراجل غلط وعشان تعرف المكان التاني اللي مصر بقت فيه على ايدي السيسي احب اقولك باختصار ان مثلا السيسي استلم مصر في 2014 والديون الخارجية كانت 46 مليار دولار تقريبا لكن بسم الله ما شاء الله مصر كبرت وتدورت على ايدي السيسي وبقت في حتة تانية والسنة دي 2021 يعني بعد سنة كاملة من الموعد اللي حدده المصر عشان تكون في حتة تانية الديون الخارجية بقت حوالي 130 مليار دولار موضوع الديون ده مدخل مهم جدا عشان نفهم اي كلام عن الموازنة العامة للبلد الموازنة العامة باختصار هي تفاصيل كل حاجة عن فلوس الدولة خلال سنة اسمها السنة المالية يعني الدولة دخلها السنة دي مثلا قد ايه وهتصرف الفلوس دي ازاي وعلى ايه وإيه نصيب كل ملفة او كل قطاع من قطاعات الدولة يعني مثلا الصحة هيتصرف عليها كامل والتعليم والدفاع والبنيات التحتية وهكذا والإرادات المنتظرة قد ايه وهكذا في مصر السنة المالية بتاعت الدولة بتبدأ في أول يوليو من كل سنة وتنتهي 30 يونيو السنة اللي بعدها عشان كده من أول مايو اللي فات وزي كل سنة مجلس النواب بتاع السيسي قافل على نفسه عيني وهاتك يا مناقشة في تفاصيل وبنود الموازنة بتاعت السنة الجديدة والمفروض ان المناقشة تنتهي قبل 30 يونيو اللي احنا فيه عشان المجلس يوافق على الموازنة دي الفكرة بقى ان الموازنة الجديدة اللي بناقشها البرلمان بتفضح كل اللي حصل السبع ولا الثمان سنين اللي فاته وبتأكد ان كل وعود السيسي طلعت بلح وان اللي بينتظر المصريين اسوأ بكتير من اللي فات وده من وقع أرقام الحكومة وبياناتها وانا النهاردة اكلمك عن شوية نقط او بنود من موازنة السنة الجديدة اللي بتتناقش دي عشان تشوف بعينك الخزوق اللي البلد لبسيته والخزوق الجديد اللي لسه هتلبسه وبما اننا بدأنا الكلام بالديون والديون دي بند مهم جدا في اي موازنة لأي دولة والموازنة بيتكتب فيها الدين المحلي والخارجي وبيتكتب كمان فيها بالتفصيل الممل البلد هتصرف كام عشان تسدد أصل الدين او قصات الديون وكمان هتدفع كام كفوايد للديون الخارجية بص يا سيدي حجم الموازنة الجديدة بتاعة مصر حوالي اتنين واربعة من عشرة تريليون جنيه يعني 2400 مليار جنيه اللي اتنين واربعة من عشرة تريليون جنيه دول هيروح منهم واحد وتمانية من عشرة تريليون يعني 1800 مليار على مصرفات الدولة يعني البنود اللي الدولة هتحط فيها فلوس وتدفعها للخدمات او المرتبات او القروض وكل حاجة الدولة بتدفعها في اي بند يعني من الاخر اغلب الفلوس بتاعة الموازنة دي رايحة هيبقى فضل سيادتك 600 مليار جنيه بس هي ايرادات الدولة الواحد وتمانية من عشرة تريليون جنيه دول تلتين هم تقريبا رايحين على سداد الديون اللي على البلد وفوايد الديون دي في الموازنة الجديدة مطلوب ان مصر تدفع 593 مليار جنيه لسداد الديون الداخلية والخارجية التيلة بقى ان ال 593 مليار جنيه دول اللي هيروحوا من الموازنة على الديون هم سداد لأقصات الديون غير شاملة الفوايد بتاعت الديون لان سيادتك فوايد الديون دي لها رقم تاني خالص في الموازنة فوايد الديون اللي على مصر خارجيا وداخليا 579 مليار جنيه تقريبا يعني الديون وفوائد الديون هتاكل من موازنة الدولة أكتر من تريليون جنيه يعمد الموازنة كلها 2 و 4 من 10 تريليون أيوه وده معناه أن موازنة مصر الجاية رايح أغلبها للمصرفات وسداد الديون سيادة وما فيش تناسب أبداً بين المصرفات والإرادات ولأن المصاريف اللي على البلد أكتر من إراداتها فهتحصل حاجة أنت بتسمع عنها في الأخبار وهي عجز الموازنة طب مصر هتعمل إيه في الحالة دي؟ لأن إرادات الدولة مطلوب منها أنها تصرف على الدولة في الموازنة بتاعت السنة الجاي الحل المفضل عند السيسي المزيد من الاقتراض وده اللي هيحصل فعلاً في موازنة السنة الجديدة ومصر هتقترد داخلياً وخارجياً 1 و 6 من 10 تريليون جنيه يعني تقريباً قد مصرفاتها تخيل أنت بقى واحد مثلاً مرتبه 5 تلاف جنيه في الشهر وكل شهر بيصرف الخمس تلاف جنيه دول ويستلف عليهم كمان 3 تلاف جنيه ده معناه أن فيه تقريباً 3 تلاف جنيه شهرياً يعني 36 ألف جنيه سنوياً مفيش أمل أن هم يتسددوا أصلاً هيطلع لك واحد يقول لك بكل ثقة أن دول كبيرة في العالم زي اليابان وأمريكا عليهم ديون والديون والقرض دي جزء من أي موازنة في العالم ده صحيح بس حضرتك اليابان وأمريكا والدول اللي السيسي وإعلام وغيره بيستشهدوا بيها في أي كلام عن الاقتراض دي دول فيها قطاعات انتجية كبيرة عندهم صناعات ضخمة جداً القطاعات الانتجية دي بتدخل فلوس كتيرة جداً جداً برضو يعني الإرادات الإرادات الضخمة دي بيتخصص جزء منها لسداد الديون وفوائدها وبيفضل جزء كبير من الموازنة يتصرف في مكانه الطبيعي على احتياجات الناس وتطوير حياته إنما في مصر ما عندناش القطاعات الانتجية دي بالعكس النظام بيقفلها زي ما عمل مع مصانع الصلب والنسيق فلي بيحصل سيادتك إن القروض الجديدة بتروحها لحاجتين الأولانية هي سداد إقصاط وفوائد الديون القديمة والتانية هي مشروعات السيسي الجديدة ومشروعات تانية للبنية التحتية الناس مش محتاجاها بشكل ملح وعاجل ومشروعات من نوعية العصمة الإدارية الجديدة مثلاً والحاجات دي مش هتجيب موارد إلا بعد فترة كبيرة هتكون الديون فيها الضعف التاني وتالت ورابع وهنا بقى خلينا أقولك حاجة مهمة القروض اللي بيخدها السيسي عشان يعمل المشروعات الجديدة دي زي العصمة الإدارية والجلالة والعالمين الجديدة وهكذا القروض دي بتتحسب على موازنة الدولة كلها يعني المواطن العادي هو اللي بيدفع تكلفتها بشكل أساسي لأن أغلب سكان مصر من محدود الدخل بينما المشروعات الجديدة الضخمة بتاعت السيسي معروف إن محدش هيستفيد منها غير الفئات العليا أو الأغنية يعني أنت بتستلف من جيب المواطن البسيط عشان تنغنغ الغني بزيادة يعني موت وخراب ديار في ظل العجز البشع في موازنة الدولة ده السيسي بدل ما يعمل حلول عجلة لزيادة موارد الدولة أو يخفض نفقات الدولة في ملفات مش مستعجلة قوي بيروح يعمل حاجات تزود مصروفات الدولة وتاكل من الميزانية زي الزيادة المتكررة في مرتباته مع عشات الوزراء والعسكريين والقضاء اللي بتحصل كل كم شهر تقريبا ويستمر الوضع السيء في مصر مع كل موازنة جديدة السيسي يستلف زيادة ويأجل تطوير خدمات مهمة بتهم المواطن البسيط زي السكة الحديد مثلا فالمواطن البسيط يتبهدل بزيادة بحجة ان مفيش فلوس للتطوير معاناة المواطن البسيط مش بس بتتجدد مع موازنة كل سنة لا دي بتبدأ من موازنة السنة نفسها السيسي ما بيستناش على الغلاب ازاي؟ خد عندك المثال ده من موازنة السنة الجديدة اللي بتتناقش دلوقتي فيه جزء من الموازنة المفروض يروح كل سنة للدعم الاجتماعي الدعم الاجتماعي ده بيشمل الدعم المباشر اللي هو التموين مثلا وبتروح كمان لمعاشات الموظفين والعمال اللي المفروض لها زيادات على فترات بيحددها قانون وكمان بتروح لمعاشات الأسر الفقيرة والأسر اللي بتعولها نساء وهكذا في الموازنة الجديدة اللي بتتناقش دلوقتي السيسي خفض الفلوس بتاعت الدعم الاجتماعي مخصصات الدعم الاجتماعي دي اتقللت في الموازنة الجديدة وبقت حوالي 321 مليار جنيه بس وكل سنة بتقل البند الوحيد اللي بيقل في موازنة كل سنة هو فلوس الغلابة في موازنة السنة اللي فاتت مخصصات الغلابة كانت 326 مليار جنيه يعني البنود بتاعة الدعم والحماية الاجتماعية ورعاية الغلابة انخفضت السنة دي بمقدار حوالي 5 مليار جنيه عن السنة اللي فاتت طب الانخفاض ده المواطن بيحس بيزاي او بمعنى ادق بيتخوز به ازاي في التموين مثلا انت بتابع الجدل بتاع كل سنة وحزف ناس من قوائم التموين وزي رفع اسعار الطاقة والغاز والبنزين وده برضو بيحصل كل سنة وزي رفع اسعار المية والكهرباء لان كل السلع والخدمات دي المفروض انها مدعومة من الدولة وطبعا النظام دايما يرد على اللي بينتقده خافض فلوس الغلابة في الموازنة ومنها الدعم بانه يقولك اصلحنا بنوجه الفلوس دي للمستحقين طب اديني عقلك لو المبالغ اللي بتتخصم من دعم فئات معينة بتتوجه للمستحقين مش المفروض تفضل في الموازنة بس يتوضح انها رايحة للفئات المستحقة لكن اللي بيحصل هو ان البنود بتاعت ملف الدعم والحماية الاجتماعية اصلا بتقل بتقل من المنبع ونتيجة السياسات دي اصبحت المية من غير دعم تقريبا والكهرباء بيترفع عنها الدعم لغاية ما قربت تبقى بدون دعم تماما ولسه اسعار الكهرباء هتزيد في يوليو يا راجل ده حتى برنامج تكافل وكرامة اللي السيسي بيعير به الغلابة ميزانيته سابتة ما بتتغيرش رغم ان المحتاجين للنعدة من الدعم بيزيد عددهم ورغم ان البلد لسه ما خرجتش من هوجة كورونا وتأثيرها على الاختصاد واللي خربت بيوت ناس كتير علما بان اصلا برنامج تكافل وكرامة ده كتبة كبيرة لان المرتب او المعاش اللي بيديه البرنامج ده للأسرة بيتراوح ما بين 323 جنيه جنب كل الكوارس دي في الموازنة الجديدة عندك في ملف الدعم خزوق تاني لأصحاب المعاشات وزارة المالية استولت على فلوس التأمينات وضمتها للموازنة من كذا سنة وفي مشاكل وصرعات قضائية كتيرة بين أصحاب المعاشات والحكومة الفاكرة ان رغم ضم فلوس التأمينات للموازنة الا ان ما فيز زيادة في مخصصات أصحاب المعاشات اللي اخطر من كده ان ما فيز زيادة في بنود المعاشات رغم ان أصحاب المعاشات ليهم فلوس في رقبة الحكومة المفروض تردها وهي فلوس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يعني هاخد فلوسك وهتنطط عليك وكمان هخفض بنود الدعم الاجتماعي في الموازنة طب أصحاب المعاشات المقصودين بالوضع ده وبيعانوا من عدم الزيادة مش داخل فيهم أصحاب الكعب العالي زي القضاء والجيش والشرطة وغيرهم نيجي بقى لبندين مهمين من بنود موازنة أي بلد في العالم والدول كلها بتتباهى بأنها بتصرف على البندين دول جزء كبير من الموازنة بتاعتها البندين هما الصحة والتعليم ومن أهمية بند الصحة وبند التعليم في موازنة الدول العالم حط معيار أو ميزان لنصيب الصحة في موازنات الدول بحيث أنها تكون من 6 ل7% من النتج القوم يعني من إجمال الفلوس اللي بتدخل للدولة نتيجة الضرائب وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار وكل حاجة وطبعا حضرتك بتتابع في الأخبار أن بسبب أزمة كورونا دول كتير في العالم زودت الإنفاق على قطاع الصحة في مصر بقى الدستور بتاع 2014 اللي المفروض أن السيسي بيحكم على أساسه بينص على أن نصيب الصحة من موازنة الدولة السنوية لازم على الأقل يكون 3% من الناتج المحلي والناتج المحلي ده معناه كل الفلوس اللي بتدخل خزينة الدولة مع ده تحويلات الخارج وبعض البنود التانية وقال كمان أن لازم تحصل زيادة سنوية في فلوس الصحة في الموازنة سنوية بحيث توصل المعدل العالمي اللي هو زي ما قلنا من 6% ل7% من الموازنة لكن رغم أن مصر لسه بتعاني من أثار كورونا اللي طحنت الغلابة اللي أن نصيب الصحة في الموازنة الجديدة رغم أنه زاد شوية اللي أنه مازال أقل من المعدل العالمي ومن اللي بيحدده الدستور المصري أصلا لأن نصيب الصحة من الناتج المحلي في مصر هو 1.55% يعني نص اللي قال عليه دستور السيسي الحكومة تعمل إيه بقى عشان تعدي من الفضيحة دي قريت لك لها معلم أنت فاهم غلط أصلاحنا بنبص للصحة بمفهوم أكبر من مجرد المستشفيات والعلاج والدواء والكلام الفارغ ده ورحت مدخلة بنوت تانية مش المفروض أنها تتحسب ضن الفلوس اللي بتدفعها الدولة أو الحكومة للصحة اللي حصل أن الحكومة حسبت الفلوس اللي بتخصصها هيئات محددة زي الأزهر والشرطة مثلا لقطاع الصحة المتعلق بالعاملين فيها بس دخلتها في موازنة الصحة على أنها فلوس من الحكومة لقطاع الصحة كله في البلد بينما نصيب الصحة في الموازنة المفروض يكون عبارة عن الفلوس اللي بتحطها الحكومة لكل المصريين ولتطوير الخدمات الطبية وإنشاء مستشفيات وتوفير أدوية وهكذا يعني من الآخر الحكومة عملت نصباية في موازنة قطاع الصحة عشان بس تقول أنها ملتزمة بالنسبة اللي حددها الدستور للإنفاق على الصحة شايف اللعب؟ في قطاع التعليم نفس الموضوع بل أسوأ لأن السيسي اللي بيعمل مؤتمرات شباب وبيتكلم عن الشباب والجودة خفض نصيب التعليم في موازنة السنة الجديدة عن نصيب التعليم في موازنة 2014 لما كان لسا وصل للحكومة تخيل؟ مش بسكر؟ ده النظام عامل حركة في قمة الخبص في موازنة السنة المالية الجديدة وهي انوزع ديون البلد على كل قطاعات الدولة حتى القطاعات اللي عمرها ما كانت مطالبة بسداد ديون ومن القطاعات دي التعليم والصحة يعني الخدمة اللي بتتقدم للمواطن المريض والتلميذ في ابتدائي هتنقص وتتأثر لأن لازم الصحة والتعليم يشاركوا في سداد الديون مع أن الديون أصلا تم اقتراضها عشان يتعامل بها مدن جديدة وخدمات للأغنية زي القطار بتاع العالمين مثلا والمناطق السياحية جديدة يعني المواطن المصري هيدفع جزء من تكلفة الدين مرتين مرة على شكل عدم تطوير الخدمات اللي بيستخدمها زي المواصلات مثلا يعني مفيش فلوس وزي ارتفاع أسعار الكهرباء والمية والطاقة ومرة على شكل مصاريف التعليم لعياله ومصاريف علاجهم اللي مش هتتخفض برضو عشان الديون اللي أخدها السيسي دي كانت بعض ألعيب نظام السيسي بخصوص الصحة والتعليم في الموازنة جديدة رغم أن وزير الصحة ووزير التعليم اللي هم أصلا بتوع السيسي اشتكوا كذا مرة من قلة الموارد المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة قبل كده ولسه في مقابل حالة التخفيض اللي بالطول أغلب القطاعات اللي بتتعامل مع الغلابة والمواطن العادي في الموازنة الجديدة زي خفض الدعم وعدم كفاية حصة التعليم والصحة في الموازنة نبص بقى على الكعب العالي الجهات السيادية والناس الكبيرة وأصحاب البلد اللي وكلينها ولعة ومرتباتهم ومعاشاتهم بتزيد أسرع ما هم نفسهم بيطلبهم الجهات السيادية في مصر مقصود بها أساسا تلق قطاعات الجيش والشرطة والقضاء ومعهم طبعا الأجهزة الأمنية اللي زي المخابرات والجهات التلاتة دول بياخدوا نصيب الأسد حرفيا من الموازنة كل سنة رغم أن الجهات التلاتة عندهم موارد خاصة وسندق خاصة واستثمارات خاصة بالذات في حالة الجيش يعني المفروض أصلا ما ياخدوش حاجة من موازنة الدولة ويسيبوها للغلابة بما أنهم ساهرين على حماية الوطن يعني لكن الغريب زي ما قلتلك أن تلات جهات دول واكلين نصيب الأسد من الموازنة نبدأ بالدخلية والقضاء اللي نصيبهم في الموازنة بيكتب تحت مسمى النظام العام وشؤون السلام العامة وبيشمل وزارة الدخلية ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومصلحة السجون والقضاء الإداري الباب ده في موازنة السنة الجديدة زاد بنسبة 10% بواقع 8 مليار جنيه يعني مخصصات الدخلية والقضاء بقيت 8.81 من 10 مليار جنيه بالنسبة لوزارة الدخلية بس فنصيبها من الموازنة أكبر من احتياجها لأن زي ما قلنا عندهم موارد السنوديق الخاصة بتاعتهم وده عبارة عن استثمارات لا تدخل أصلا في موازنة الدولة يعني الدخلية بتزحم الغلابة في الموازنة بينما الغلابة بيدفعوا دم قلبهم ضرائب بينما هي ما بتديش الدولة مليم من سندقها اللي فيها مليارات لأن الدخلية بتستثمر في قطاعات زي الزراعة والتجارة والإسكان وغيرها النقطة إن مش بس كرة ده الدخلية في الوقت اللي بتعمل فيها استثمارات ما بتديش الدولة منها مليم بتاخد من موازنة الدولة فلوس تعمل بها استثمارات يعني مثلا فيه بند اسمه خدمات الشرطة اللي من ضمنه السجل المدني مثلا واللي بيدخل للدخلية مئات الملايين القطاع ده في السنة المالية الجديدة متخصص له 57 مليار جنيه منهم 10 مليار تقريبا استثمارات وديوان عام وزارة الدخلية متخصص له 18 مليار منهم 10 مليار استثمارات و6 و4 من 10 مليار جنيه أجور اللي أنكت بقى إن في موازنة السنة الجديدة نصيب الدخلية تقريبا في حدود 115 مليار جنيه وده أكبر من قطاع الصحة اللي مخصصاته كلها 108 مليار جنيه 115 مليار جنيه بتقعد دخلية منهم 78 مليار جنيه أجور وغرائب مخصصات الدخلية في الموازنة ما بتقفش عند كده لأن في مخصصات تانية ما بتكتبش في الموازنة أصلا نيجي بقى للقضاء اللي برضو كل جهة قضائية عندها سندق خاصة واستثمارات مخصصات المحاكم في الموازنة الجديدة حوالي 25 مليار جنيه وديوان عام وزارة العادل متخصص له 82 مليار جنيه منهم 500 مليون تقريبا استثمارات يعني مباني وإنشاءات جديدة في الغالب خاصة بالعاملين في الدوان ومشاريع إسكان و2 مليار جنيه أجور يا راجل ده المحكمة الدستورية العليا اللي عدد قضاطها وموظفيها محدود جدا متخصص لها مرتبات 150 مليون جنيه في السنة وعندك مجلس الدولة اللي أجور فيه 42 مليار جنيه في السنة وهيئة قضايا الدولة اللي أجور فيها متخصص لها 32 مليار جنيه في السنة تحس إن في طفل صغير قاعد قصات شكرة رز ومدينه مغرفة وعمال يغرف منها بس بدل ما بيغرف رز بيغرف فلوس نوصل بقى في محطة أصحاب البلد والمستفيدين الأكبر من موازنتها للقوات المسلحة والهيئات التابعة عليها فلوس الجيش وجهاته السيادية بتتحط في الموازنة تحت مسمى قطاع الدفاع والأمن القوم وده بقى البرنس وكبير الليلة دي كلها ده أقل قطاع على الإطلاق من حيث الشفافية وأقل قطاع بيكتب عنه بيانات في الموازنة موازنة الجيش وقطاعاته بتتحط كرقم إجمالي من غير تفاصيل كتير وحتى التفاصيل اللي بتكتب فيه مش حقيقي وده طبعا الفلوس اللي بياخدها من الحكومة بس لكن طبعا الجيش عنده مملكة اقتصادية محدش يعرف عنها حاجة زي ما هو معروف والمملكة دي بتدخل له مليارات من غير حصر ولا عدد زي ما غارت علي بابا الجيش يعني قطاع الدفاع والأمن القومي هياخد من الموازنة الجديدة 86 مليار جنيه تقريبا بزيادة 10 مليار عن السنة اللي فاتت وطبعا مفيش أي أرقام محددة عن الأجور لأن وزارة الدفاع ووزارة الانتاج الحربي الوزارتين التابعتين للجيش بيتكتب قصاد أرقام الأجور الإجمالية بتاعتهم في الموازنة صفر يعني اخرس يا جربوع انت عاوز تعرف حاجات مش من حقك المشكلة هنا ان الأرقام اللي بتتحطى عن الجيش ووزارة الانتاج الحربي في ورق الحكومة بتاع الموازنة ما بتقولش أبدا الحجم الحقيقي ولا نص الحقيقي لنشاط الجيش ولا أجهزته الاقتصادية ولا الشركات بتاعت وزارة الانتاج الحربي ان أرقام الاستثمارات اللي بيعملها الجيش ومتسجلة في الموازنة تكون واحد ونص مليار جنيه بس رغم ان الجيش بلع اقتصاد البلد كلها زي ما أصغر طفل عارف تفسير ده باختصار ان الجهات دي شايف نفسها فوق البلد وفوق المحاسبة وفوق كل حد واي حد وما فيش حد من حقه يعرف عنها حاجة مع جهات سيادية بقى وان الرقابة الوحيدة المسموح بيها في الجهات دي هي الرقابة الداخلية اللي برضو ما حدش يعرف بتتم ازاي وقالياتها ايه مع ان ده بيفتح باب كبير جدا لفساد نتيجة انعدام الرقابة والمحاسبة ومع ان الجيش مثلا بيدخل في صفقات سلاح كل شوية بمليارات الدولارات من جيب الغلابة فازاي ما حدش يعرف حاجة من أجهزة الدولة عن الملفات دي والفلوس والعملات اللي بتشتمل عليها تخيل حضرتك ان الصحف الغربية بتعرف أرقام عن السلاح اللي بيشتريها الجيش المصري والعملات اللي بتتدفع في صفقات السلاح وبتنشرها والجهات الرسمية في مصر ما تعرفش عنها اي حاجة وبعدين مناخ عدم الشفافية ده مخلي الواقع في مصر معكوس يعني بينما الحكومة بتخفض الانفاق على الصحة والتعليم والدعم بترفع مخصصات الشرطة والجيش والقضاء اللي كل جهة منهم بيدخلها مليارات سنويا من سندقها واستثماراتها ونتيجة المناخ ده كله طبيعي ان كل ما تتفجر قضية فساد تخص شركة او قطاع تبعها جهة سيادية زي ما حصل في الشركة المتحدة بتاعت الانتاج الفني اللي كان مسكها تامير مرسي بتاعت المخابرات طبيعة تتفاجئ بكم ملايين مهدرة ومحسوبيات وانحرافات وبلوي سودة لان دي جهات شايفة دايما ان الشعب والبلد اقل بكتير من انها تنقشها في مليم وعشان كده ولان الجهات الامنية اللي المفروض ترائب الفلوس اللي دخل وطلعها وتمارس الرقابة وتحاسب المهمل واللي بيهدر المال العام لان الجهات دي واكلة خير البلد وبتاخد مخصصات اعلى من اللي محتجاله في الموازنة طبيعي ان السيسي يقترض من غير حدود عشان يأكلهم لان الجهات دي بتاخد حقها كامل من الموازنة وما بيفضلش حاجة للمواطن فالسيسي بيقترض والبلد تخرب مش مهم؟ المهم ان اسياد البلد ياخدوا حقهم كامل ومكمل ويقول لعباء المواطن بجاز وفي داهي الصحة والتعليم والدعم والفؤرة والغلابة طالما بشاوات البلد متشهيصين ومتزبطين عشان كده الوضع ده هيستمر طول منامط السلطة ده هو اللي بيحكم مصر سواء السيسي موجود او لا لان العيب في النظام ونشوفكم على خير ان شاء الله